موسيقى خلال تفاقوده مدينة السيارات المتكاملة الرئيس السيسي وجهه بتوفير جميع المرافق العامة وتعزيزها بنظام الأمان الرئيس السيسي يحضر صباحا غد الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الأول السودانية تسلم مهامه رسميا رئيسا للحكومة العراقية السادسة مساء في القاهرة الرابعة بتوقيت جرينج نشرة اخبارية مفصلة تعتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بإلاء الاهتمام اللازم لتزويد مدينة السيارات المتكاملة بالمرافق العامة بكافة أنواعها وذلك لاستعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية لكل احتياجاتهم مع تزيز نظام الأمان في المدينة عن طريق كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية لتحكم والسيطرة على دخول وخروج السيارات والأفراد جاء ذلك خلال جولة تفاقدية قام بها الرئيس السيسي بمدينة السيارات المتكاملة قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفاقدية بمدينة السيارات المتكاملة وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة والتي تقع على مساحة 57 فدانا على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر وتسع لأربعة آلاف سيارة سيادتك النهاردة يا فندم مش عرفنا في سوق السيارات الجديد بعد الدراسة والعرض على سيادتك فندم تم اختيار مكان سوق السيارات الجديد بحيث أنه يكون مكان سهل الوصول لي من جميع المحافظات يا فندم وبالتالي تم اختيار وفندم في المكان اللي احنا فيه دلوقت سيادتك سوق السيارات يا فندم بيقع على طريق المحاجر العين السخنة الطريق ده فندم سيادتك بيربط مع عدة طرق رئيسية أهمها طريق محور محمد نجيب طريق الدائر الأوساطي والطريق الدائر الإقليمي وكده فندم احنا سيادتك بنسهل الوصول للسوق دون التحميل على الشبكة الرئيسية القائمة أي أعباء مرورية فندم تم إنشاء السوق سيادتك على مساحة 57 فداني يا فندم السبعة وخمسين دوله فندم مقسمين كان قاتي أربع ساحات انتظار رئيسية بساعة أربع تلاف سيارة تم إضافة أفندم مظلات أفراد ومظلات سيارات وعدد 9 دورة مياه موزع لمساحة السوق الكامل أفندم بالإضافة سيادتك لعدد 2 مبنى رئيسي زي قدام سيادتك حضرتك المبنى الرئيسي رقم 1 أفندم ده مبنى مجهز لأعمال الشهر العقاري والنيابة والمرور الدور الأرضي منه أفندم مجهز للورش سريعة الصيانة المبنى الرئيسي رقم 2 أفندم ده مبنى مجهز لأعمال البنوك وأعمال معارض السيارات وأعمال مطاعم والكافتريات وكده فندم إحنا سيادتك بنساهل على المواطن إجراءات البيع والشيرة داخل السوق بالإضافة فندم تم إنشاء مسجد بساعة 250 مصلي بالإضافة فندم لمبنى حماية مدنية شرطة إسعاف إطفا بالإضافة فندم تم إنشاء مبنى إداري لإدارة أعمال السوق والميزة فندم في سوق السيارات سيادتك إنه السوق بالكامل مراقب بالكاميرات والتسهيل إجراءات الدخول والخروج للسوق فندم تم إنشاء 16 بوابة إلكترونية موزعة فندم 10 بوابات دخول على نسق واحد و6 بوابات دخول موزعة على نسقين نسق حضرتك بيخرج على طريق المحاجر العين السخنة ونسق تاني حضرتك بيخرج على طريق محور محمد نجيبة فندم تم عمل جميع الشبكات البنية التحتية فندم للسوق وكهربة ومية وحريق وربطها على الشبكات العمومية تم تجهيز جميع مسارات النظم والمعلومات وكده فندم إن شاء الله في خلال الشهر اللي جاي شهر نوفمبر إن شاء الله احنا بننسق مع الشركة الوطنية للاستلام وبدأ أعمال التشغيل التجريب إن شاء الله فندم ده الشكل النهائي يا فندم من ببيت الجنود والمسجد سيادتك وده المبنى الحماية المدنية اللي موجود شرطة وإطفة وإسعاف وده المبنى الإداري اللي بيودير أعمال السوق يا فندم أنا عايز أتمنى أن الخدمات اللي معمولة للمواطنين منازمة تمام سيادتك طيب في عندك مشكلة في المرافق مية وكهربة تم ربط جنيع المرافق فندم من كهربة ومية وحريق على الشبكات العمومية طيب الدنيا ماشي قوي تمام سيادتك شكرا شكرا يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الغد قد اطلق الملتقى والمعارض الدولي الأول صناعة والذي ينظمه تحاد الصناعة المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الاتحاد ومن المقرر أن يشمل المعارض الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة على رأسها قطع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات كما يشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا افتتح أولى مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعات المصرية ابدأ وتدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة يأتي ذلك ضمن الملتقى والمعارض الدولي الأول صناعة الذي تنطلق فعلياته غدا بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية اشتركوا في القناة وقع رئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج تتضمن التيسيرات أنه بحق المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفا من الدرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ النقضي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائدا بالنسبة 100% من قيمة جميع الدرائب والرسوم التي كان يتعين عليه أداؤها للإفراج عن السيارة ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ استداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاستيراد تنفيذ لتوصيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والسعي لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا تعلن مؤسسة حياة كريمة عن تقديم دعم غذائي ونقضي للمواطنين وذلك من خلال توزيع نصف مليون صندوق مساعدات غذائية بالإضافة إلى صرف دعم نقضي لنحو 16 ألف أسرة للفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية يأتي ذلك سعيا من مؤسسة حياة كريمة لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع دور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة تجاه المواطنين الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق حياة كريمة لهم وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية والذي تأتي المؤسسة كأحد أعضائه ومؤسسيه مع عدد من الكيانات الرائدة في العمل التنموي في مصر انتلقت قافلة طبية في قرية النوادرية تابعة لمركز فارسكور بضميات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتضمن القوافل الطبية عيادات متنقلة بكافة تخصصات طبية ومع ملان وصيدلية وجهاز أشعة كما تم صرف الأدوية بالمجان والسأجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا القوافل العاجية تقدم خدمات العيادات الخارجية في مختلف التخصصات وأيضا معها عيادة الأشعة وعيادة المعمل جميع أنواع التحليل التي يحتاجها المرضى أيضا تقدم خدمات الإحالة للمستشفيات العامة والمركزية داخل محافظة دوميات بالإضافة إلى قرارات نفقة الدولة لغير القادرين لكل العمليات الجراحية المتاحة وكل الأمراض المريض بعدما بيخلص دورته في القفلة سواء كشف أو أشعة أو تحليل بيتوجه للعيادة التسجيل الطبي أو للصيدلية بمعنى أصح بيتوجه للصيدلية الدكاترة بتستلم منه تسكرة بيسجلوها عندنا على سيستم خاص بنا بيربط القفلة ببعضها بعدما الأدوية بتتسجل على السيستم وبتتراجع المريض بيستلم تسكارته بيتوجه للصيدلية بعد كده الدكاترة اللي موجودين في الصيدلية بيستلم منه تسكرة وبيرجعوها كويس جدا فبالتالي التسكرة بيتعمل لها دابل شك من كذا صيدلي عشان نضمن أن الأدوية بتوصل بشكل سليم للمريض نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة طنطة ندوة التوعوية السالسة بكليتي الهندسة والتربية بالجامعة لتعزيز جهود العمل التطوعي لدى شباب الجامعة والتي تلظمها مؤسسة حياة كريمة وشملت الندوة جانبا تعرفيا بكافة الأنشطة التي تقوم بها المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتة بمحافظة الغربية والمشروعات التي تم تطبيقها على أرض الواقع بالإضافة إلى جانب توعوي بأهمية العمل التطوعي والمجالات المتاحة المشاركة بها في المبادرة مع توزيع استمارة على طلاب الراغبين للانضمام في العمل التطوعي بالمؤسسة لتسجيل بيانتهم في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وتخفيف عن كهل المواطنين أعلنت الوزارة مدى فعليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر لتوفير كافة أنواع السلع بتخفضات تصل إلى 60% كما أعدت منظومة أمان عبوات تحتوي السلع غذائية لترحيها للمواطنين بتخفضات تصل نسبتها إلى 50% استمرر للدور الفاعل لمبادرة كلنا واحد في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين قررت وزارة الداخلية مدى فعليات المرحلة الثالثة والعشرين من المبادرة حتى نهاية شهر نوفمبر المبادرة التي تأتي برعاية الرئيس الجمهورية تهدف إلى توفير السلع بكافة أنواعها بتخفضات تصل نسبتها إلى 60% في المعارض والسلاسل التجارية المشاركة فيها المبادرة بتوفر للشعب المصري كل السلع الاستراتيجية اللي هي زيت وسكر ورز ومكارونة كل السلع دي متوفرة وإن شاء الله موجودة متوفرة بكميات معنا الحمد لله احنا متوفر عندنا جميع السلع وخصوص السلع الأسسية بأسعار مخفضة للمواطن المصري وبتنسم كل فئة المواطنين وبأسعار الحمد لله مسبل الجميع 34 سلسلة تجارية و 1051 فرع للسلاسل التجارية على مستوى الجمهورية تشارك في هذه المرحلة من المبادرة بطرح كميات كبيرة من السلع بجودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين بأقل تكلفة وكلها معضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت إضافة إلى توفير هذه السلع في المعارض الرئيسية والفرعية التي أقامتها الوزارة بالتنصيق مع كبار التجار في الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف المحافظات عندنا أسعار الزيت والسكر والمكرونات كلها سعر كويس والديق كمان وكل المنتجات الاستراتيجية للبيت أو ممكن جبن أو كلام دود هي متوفرة بأسعار كويسة المبادرات دي الحقيقة من العوامل أو من الأحاجات الرائعة اللي بتقدمها الحكومة في زل تباين الأسعار الحادث حاليا وفي زل الزفاع العام للأسعار على مستوى العالم النهاردة ده بيدعم شوية محدود الدخل زاوي الدخل المنخفض وبيعاون الكثير على توفير احتياجاتهم من المواد الزفاعية وقد لقى الإعلان عن مد فترة المبادرة إشادة واسعة من المواطنين وإشادة أيضا بالدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وإسهاماتها الفعالة في دعم ومساندة الأسر المصرية من خلال هذه المبادرة المبادرة بتاعت سيادة الرائس يعني فرصة عظيمة لنا يعني إحنا نيجي النهاردة يعني ناخد حاجاتنا اللي إحنا نحتاجينها كل حاجة موجودة من ناحية اللي هي الحاجات اللي كل بيت بيحتاجها اللي هي الصلع الأفافية يعني أنا كل اللي يميني يبقى موجود لما أوضي برضو الرز والزيت والمكارونة والسكر الشاي الحاجات اللي هي دي كلها اللي بيحتاجها كل بيت أنا بحاية سيد رئيس الجمهورية على المبادرة دي لأن أنا بقالي حوالي ثلاث سنين في الأزمات بتاعت الكورونا والأزمات بتاعت الحرب بتاعت أوكرانيا ما نقصش حاجة من السوق منظومة آمان ومساهمة منها في تخفيف الأعباء عن كهل الأسر المصرية قامت بإعداد عبوات تحتوي على سلع متنوعة بهدف طرحها للمواطنين بتخفضات تصل إلى خمسين بالمئة عبر ألف وستة وعشرين منفذا سابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية حتى نهاية العام وكلها معضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت كما قامت منظومة آمان بتوزيع تلك العبوات بالمجان على المواطنين الأولى بالرعاية من قاطين المناطق الحضرية الجديدة في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات تسعى وزارة الداخلية من خلال مبادرة كلنا واحد إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير احتياجاتهم في إطار المبادرة بتخفضات كبيرة وهو ما اتضح من خلال حرصيها على مد فترة المبادرة ليتمكن المواطنون من شراء متطلباتهم واحتياجاتهم بأقل تكلفة وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 521 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 142 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 17.5 طن أما في مجال عدم الاعلان عن الأسعار بقضد البيع بأزيد من السعر الرسمي لاستلع الغدائية وغير الغدائية تم ضبط أكثر من 124.5 طن كما تم ضبط 723 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 240 قضية خبز ناقص الوزن و176 قضية خبز غير متابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 26 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 298 طن عقدت أمانة حزب حماة الوطن بشمال سيناء جلسة نقاشية حول الحوار الوطني شارك فيها جمع من أهل محافظة شمال سيناء من كافة الشرائح المجتمعية بكافة مدن ومراكز المحافظة وكذلك أعضاء مجلس النواب خطوة هامة نحو بناء مستقبل سياسي على أرض شمال سيناء بعقد ندوة تحمل عنوان حوار وطني من أجل كل المصريين والتي نظمها حزب حماة الوطن بقصر ثقافة العريش انطلاقا من مسئوليته تجاه الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس السيسي ليقدم الحزب خلال هذه الندوة عددا من المحاور التي تشمل ملف الإصلاح السياسي والحريات ثم مناقشة ملف الإصلاح الاجتماعية وأخيرا ملف تشجيع ودعم الاقتصادي والاستثمار الوقت إحنا بفتح الحوار نشكر سيادة الرئيس وطبعا ببعص له كل التحية والتقدير من أبناء شمال سيناء من أرض الفيروس إن إحنا بنقول له سيادة الرئيس إحنا شاكرين أفضلك إن حضرتك فتحتنا الحوار إن إحنا نقدر نفهم الناس اللي عندنا ونقدر نقل رؤية الحزب حماة الوطن بالنسبة للدولة بالنسبة للناس نعمل في الأيام القادمة إن شاء الله مع مصر الحديثة بقيادة القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي إحنا رايحين فين هارضا الحوار الوطني بيتكلم عن حاجات ما كانتش موجودة قبل كده منها الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي والحريات والأمور الكثيرة دي فردة الفعل في الشارع السيناوي كانت ردة فعل الناس المبسطين جداً من اللي بيحصل الحمد لله بتشاهد سيادتك وكل ضيوف سينا إن سينا أصبحت أمنة ودي رسالة للمواطن المصري والعالم العربي والأجنابي إن سينا أصبحت أمنة بفضل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات قواتنا المسلحة وأروح شهدائها من القوات المسلحة والشرطة المدنية وأبناء سينا الشباب والمرأة وذو الهمم وتجديد الخطاب الدينية كانوا على رأس أولويات أجندة الندوة للخروج بتوصيات يتم وضعها على أجندة الحوار الوطني بمشاركة عدد من أعضاء حزب حماة الوطن وأساتذة الجامعات من أبناء شمال سينا النهاردة نحن نعتبره احتفال كبير ويوم كبير إنه يتم إدارة حوار وطني خاص في شمال سينا بعد فترة كبيرة مرنا بيها هنا وده طبعا بفضل جهود أخوات المسلحة وبفضل القوات الشرطة وفضل جهود كبيرة تمت من القيادة السياسية في سينا خلال الفترة اللي فات فخامة الرئيس بمجرد ما تولى اهتم بينا عملنا عام 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة عملنا قانون عشر لسنة 2018 حقوق الأشخاص ذوي الأعاقة وده بدينا نوع من الحماية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وفي العمل وفي شتى مناحي الحياة بصورة عامة الحوار الوطن حقيقي شمال سينا لأن احنا عنينا من الحروب وعنينا من الإرهاب فكان فيه فكر طبعا وضع ليه وضع تاني فالحوار ده غير المفاهيم وغير كل حاجة بين الناس ففعلا احنا محتاجين حاجات زي كده الحوار ده ثقافي سياسي اقتصادي مرأة كل الحاجات اللي فيه تنوير لنا في شمال سينا وتسقيف لأهل شمال سينا وتسقيف للشباب وللمرأة ولجميع التواقف في شمال سينا المشاركون في هذه الندوة ثمنوا مجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاقه هذا الحوار الذي وصل لمحطة هامة تؤكد استكمال مسيرة التنمية على أرض سيناء الحبيبة لبناء مستقبل أفضل محمود جميل التلفزيون المصري عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية مع نقابة العامة للاتصالات بمشاركة عدد من رؤساء اللجان النقابية وذلك بمقر تحدي عمال مصر لعرض رؤيتهم لقطاع العمال واستعراض مشكلاتهم والحياة النقابية بالإضافة إلى مقترحاتهم لدعم الحوار الوطني وخلال الجلسة طالب النقابيون بضرورة التدقيف بشأن أهميته ودور العمل النقابي والعمالية بجانب تدريب النقابيين على العمل النقابية وكيفية التعامل مع مشكلات العمال وإدارة الشركات وكذلك ضرورة تدريبهم على التفاوض بما يحقق مصالح المؤسسات والعمال على حد سواء أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عزمها المشاركة في مؤتمر تغير المناخ كوب 27 المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ في 6 نوفمبر القادم وبحسب ما ورد من مجلس الوزراء الإيطالي فسوف تتوجه جورجيا ميلوني إلى شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر حيث ستشارك في قمة رؤساء الدول والحكومات في كوب 27 والتي ترأسها مصر هذا العام وذلك في أول رحلة خارجية لها منذ توليها رئاسة الحكومة الإيطالية في 21 أكتوبر الجاري انطلقت أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة الحادي والثلاتين والمقارر انعقادها في الأول وثاني من نوفمبر المقبل برئاسة الجزائر وينقش المجلس إقرار مشروع جدول أعمال القمة في شقه الاقتصادي والاجتماعي والذي يتضمن عددا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتحسين حياة المواطن العربية وتضمن جدول الأعمال كذلك العديد من الأطروحات الجديدة في إطار التكامل الاقتصادي العربية أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط قدرة العمل العربي المشترك بمفهومي الأشمل على تجاوز الصعوبات والتحديات من خلال النجاح في الاستخدام الأمثل للتقاتل العربية البشرية والمادية المتاحة وخلال كلمته أمام أعمال الاجتماع الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزري التحضيري لمجلس الجامعة العربية شدد أبو الغيط على دور المنظمات العربية المتخصصة باعتبارها أذرعا فنية لهذه المنظومة ومشيرا إلى دور المجالس الوزرية المتخصصة بصفاتها أليات عربية تنشط في شات المجالات التلموية أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن النظام الاقتراع الجديد وهو الاقتراع على الأفراد بدلا من نظام القوائم لن يقصي أحد في الترشح في الانتخابات التشرعية والمزمع يجرؤوها في 17 من ديسمبر المقبلة كما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية أن عدد المتقدمين للترشح للانتخابات التشرعية المقبلة بلغ 1427 مرشحا بجميع الولايات وذلك بعد إغلاق باب الترشح أمس تسلم رئيس الوزراء العراقية محمد داشيع السوداني مهامه رسميا رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة العراقية وتسلم السوداني مهامه خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق مصطفى القاظمي كان البرلمان العرقي قد منح الثقة خلال جلسة عقدت مساء أمس لحكومة محمد شيع السوداني من جانبها أكد الرئيس العرقي عبداللطيف جمال رشيد أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أساسية لتجاوز الأزمات مشددا على ضرورة أن تنال الحكومة دعم لتلبية تطلعات الشعب وطموحاته ناهيا جمودا تجاوز العام مجلس النواب العراقي يمنح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شيع السوداني بعد عرضه لبرنامجه الحكومي الذي حصل على أغلبية مطلقة بالتصويت البرلمان أقر اختيارات السوداني لـ 21 وزارة خلال تصويت لاختيار وزراء الحكومة السوداني ألقى كلمته أمام البرلمان مؤكدا خلالها تحمل المسؤولية في مرحلة يشهد فيها العالم تحولات وصراعات كبيرة واعدا ببذل الجهود من أجل النجاح بروح طليق بشجاعة العراقيين كما شدد على عزمه العمل مع مجلسي النواب والقضاء لتشريع وتحديث القوانين الخاصة بالاستثمار إن نجاح من هاجنا الوزاري ينطلق من إيماننا بأن العراقيين بمختلف قناعاتهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم كلهم أبناء بررة لعراقنا الحبيب بحسب الشياع فقد تم الاتفاق بين جميع القوى السياسية على البرنامج الحكومية الذي تضمن العمل على إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية مبادئ وضعتها الحكومة تقوم على وقف التدهور الذي يعصف بمختلف القطاعات إلى جانب تمويل وإنجاز المشروعات التي لها وقع مباشر على حياة الموطنين والخدمات المقدمة لهم فضلا عن مكافحة الفقر والبطالة وتمكين محدود الدخل محمد شياع السوداني وهو محافظ ووزير سابق كلف في الثالث عشر من أكتوبر الجاري بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس عبداللطيف رشيد مباشرة بعد انتخابه عملا في تحقيق إصلاحات والخروج من نفق الانسداد السياسي الله على ما أقول شهيد بارك 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 أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اتقال 12 إرهابيا في محافظة نينوى وكاركوك شمالي البلاد يأتي هذا في إطار موصلة جهاز الأمن الوطني العراقي لعملياته النوعية لملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي أضاف الجهاز أنه جرى تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون نشرتنا متواصلة معكم وفيها إيطاليا تسجل أهل معدل تدخم منذ عام 1984 بواقع 11.19% على أساس سنوية كلف الرئيس الروسي بلاديمير بوتين وزير الدفاع سرجي شواجو بالانتهاء من عملية تطوير القوات المسلحة الروسية في أسرع وقت ومع أعلان روسيا إكمال تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط توجه بوتين بالشكر لجنود الاحتياط الذين تمت تعبئتهم على وطنيتهم وأشار إلى أن الخطوات المتخذة في عمليات التجنيد خلال التعبئة سهمت في تجاوز العقبات وتحقيق الأهداف المطلوبة كما أعلن وزير الدفاع الروسي إرسال 82 ألف جندي من الاحتياط حتى الآن إلى أماكن القتال هذا وقد أعلن رئيس الروسي ألو الأوكراني فلاديمير زلنسكي عن إسقاط الجيش لـ 23 طائرة موسيرة بدون طيار أجنبية خلال اليومين الماضيين بالإضافة إلى مروحيات عسكرية روسية وصواريخ موجهة وقال زلنسكي أن روسيا قصفت أيضا منطقة باشتاتكا بينما تضررت عشرات المباني السكنية والمنازل في مدينة نيكبول من جراء القصف ولحقت بخطوط نقل الطاقة والمنازل وشبكة الكهرباء أضرار جسيمة مما حرم حوالي ألف منزل من طيار الكهربائي أعلنت هيئة الأركان العام للقوات المسلحة الأوكرانية أن قوتها الجوية شنت 14 تغارة على مجموعات من القوات الروسية والأسلحة والمعدات العسكرية وأوضحت هيئة الأركان الأوكرانية أن الجنود الروسي الذين تم حجدهم ووصلوا إلى المنطقة لأداء مهام قتالية لم يغضعوا للتدريب المناسب ويفتقرون إلى المهارات العملية في استخدام الأنواع الأساسية من الأسلحة وينتج عن ذلك خسائر كبيرة بين القوات الروسية فأشارت الهيئة إلى أن القوات الروسية التي تشارك بشكل مباشر في الأعمال القتالية على أراضي أوكرانيا لديها مشاكل لوجستية أعلن رئيس الأمريكي جو بايدن تشككه في تصريحات نظيره روسيف لادمير بوتين عن أنه لا ينوي استخدام سلاح نووي في أوكرانيا موضحا أن تديقة تناول بوتين للأمر خطيرة جدا على حد وصفه ومن جانبه حذر رئيس روسيف لادمير بوتين من أن العالم ربما يواجه أخطر عقد في تاريخه منذ الحرب العالمية الثانية متاهما الغرب بممارسة الابتزاز النووي ضد بلاده لإكبار حلفائها على الابتعاد عنها كما أكد بوتين أن روسيا لم تتحدث قط عن استخدام الأسلحة النووية مضيفا أن كياف لديها تقنيات تسمح لها صنعي قنبلة قدرة ويمكن أيضا أن تفجرها في أوكرانيا كشف حاكم شبه جزيرة القرم الذي نصبته روسيا سيرجاي أكسينوف أن النائب الأول لكبير الموظفين في مكتب رئاسة روسيا سيرجاي كرانكو زار مدينة خرسون الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو وأضاف حاكم شبه جزيرة القرم أن كيبريانكو زار ميناء العبرات الذي يتم من خلاله إجلاء الناس من الجزء الخلفي الأيمن من مدينة دينيبرو قبل هجوم أوكراني متوقع شبح المعارك الضارية يخيم على مدينة خرسون الواقعة جنوبية أوكرانيا في ظل حجد وتصعيد من جانبي موسكو وكييف مع تضارب للتصريحات بشأن الوضع في المدينة الاستراتيجية خرسون هي أول مدينة أوكرانية رئيسية سقطت بيد القوات الروسية منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا مما شكل دفعة معنوية قوية لموسكو الإقليم له أهمية خاصة حيث يضم سد محطة كخوفكا لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى جسر أنتروفسكي الذي يربط المدينة بالضفة الجنوبية لنهر دينيبرو وبقية منطقة خرسون كما تمتلك المدينة أكبر ميناء في أوكرانيا لبناء السفن في البحر الأسود وهو مركز رئيسي للشحنة ويعتبر الميناء الرئيسي على البحر الأسود ونهر دينيبرو وتطل على بحر أزوف من الجنوب الشرقي والبحر الأسود من الجنوب الغربية إضافة إلى أنها تشكل بذلك حلقة وصلة بين شبه جزيرة القرم وقليم دومباس شرقية أوكرانيا هذه المدينة الاستراتيجية تقع ضمن الأخاليم الأربعة التي أعلن عنها الكريملين أواخر سبتمبر الماضي ضمها إلى روسيا وبالتالي فإن سيطرة الأوكرانيين عليها مجددا سيقلل من سيطرة الجيش الروسي لذلك تواصل القوات الروسية إرسال تعزيزات عسكرية إلى خرسون حيث وصلت تعزيزات تقدر بنحو ألف جندي إلى تلك الجبهة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أكد رئيس كوريا الجنوبية يونسو كيول أنسول لم تزود أوكرانيا بأي أسلحة فتاكة وذلك عقب تصريح رئيس الروسي بلانمير بوتين بأن قرارا كهذا سيدمر علاقاته متنائية تصريحات بوتين جاءت في مؤتمر عقد في موسكو متهما الغرب بالتسبب في إشعال الأزمة الروسية الأوكرانية كانت كوريا الجنوبية قد أكدت أنها لن تزود كياف بمساعدات فتاكة وأسعت إلى تجنب إسارة عداء روسيا لأسباب اقتصادية ولأن موسكو يمكن أن تمارس تأثيرا على كوريا الشمالية إلى ذلك أكدت روسيا أن دول الأشد فقرا تحصل على سلاسة بالمئة فقط من صادرات الغذاء التي تتم في إطار اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية وأن نصف الشحنات تذهب للدول الغربية ومنذ أن وقعت روسيا وأوكرانيا في يوليو الماضي تحديدا في 22 على مبادرة حبوب البحر الأسود المدعومة من الأمم المتحدة صدرت أوكرانيا ملايين الأطنام من الدورة والقمح ودوار الشمس والشعير وبدور اللفت والصوية في المقابل قلم مسؤولون غربيون مطلعون على محادثات الحبوب إن أي امدادات إلى الأسواق العالمية من أوكرانيا أحد أكبر مصدر الحبوب في العالم تخفف من حدة أزمة الغذاء أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن 70 سفينة أوكرانية بالبحر الأسود لم تمتتل قواعد الملاحة البحرية وقالت الوزارة أنه لا يمكن تجاهل انتهاك اتفاق تصدير الحبوب من الجانب الأوكرانية خاصة بعد الهجوم على جسر القرن وفي مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في العاصمة موسكو قالت إن بلادها ستبت في مسألة تمتيد اتفاقية الحبوب بحلول 18 من نوفمبر القادم بناء على المعطيات المتاحة موسيقى موسيقى قرر البنك المركزي الروسي بقاء على سعر الفائدة عند مستوىها الحالي والذي يبلغ سبعة ونصف بالمئة سنويا من جانبها أكد رئيس الوزراء الروسي ميخايل ميشوستين أن استخدام الغرب الدولار كسلاح قود مفاهيم الاحتياطات المالية الدولية وأضاف ميشوستين أن أحداث الأشهر الأخيرة تؤكد حاجة رابطة الدول المستقلة إلى التركيز على فرص تعزيز استقلالها التكنولوجية وكان الرئيس الروسي بلادمير فوتين قد قال إن الولايات المتحدة تستخدم الدولار كسلاح لتحقيق مصالحها وخلق المشاكل حول العالم لدى على دول الأخرى أن تجري معاملاتها بعملاتها الوطنية ارتفع التضخم في إيطاليا في أكتوبر الجاري إلى 11.9% على أساس سنوية وهو أعلى معدل منذ شهر مارس من عام 1984 يأتي هذا الارتفاع في معدل تضخم مدفوعا بارتفاع تكاليف التقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا فقد ارتفعت أسعار التقة بنسبة 73.2% في أكتوبر مقارنة بزيادة بلغت 44.5% في الشهر السابق أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك أنه سيتعين اتخذ قرارات صعبة لوضع الاقتراض والاستدانة من الحكومة البريطانية على مسار مستدام أضف رئيس الوزراء البريطاني أنه واثق من إصلاح اقتصاد بلاده مشيرا إلى أن بريطانيا تواجه الكثير من التحديات الاقتصادية حقق الاقتصاد الفرنسي نمو هذيلا في ربع ثالث من العام الحالي مع ضعف إنفاق الأسر وأظهرت بيانات أولية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن الاقتصاد نمى بنسبة 2.2% في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر الماضيين في الوقت نفسه قفزت أسعار المواد الاستهلاكية قفزة كبيرة في أكتوبر كما ارتفع التضخم بنسبة 1.3% على أساس شهري وتسببت تكاليف منتجات النفط وأسعار الغداء في هذا الصعود قال المعهد إن التضخم السنوي بلغ 7.1% مقابل 6.2% قبل شهر يتجاوز نسبة قياسية عند 6.8% في يوليو هذا وقد أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في ألمانيا صعد بنسبة 10.4% في أكتوبر الجاري وقد نمى اقتصاد البلاد في ربع ثالث من العام حيث نجى أكبر اقتصاد في أوروبا من خطر الركوت في الوقت الحالي على الرغم من ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن إمدادات التاقة وقال مكتب الأحصاءات الاتحادية إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.10% مقارنة بربع سابق وفقا للأرقام المعدلة موسميا وفقت المفاوضية الأوروبية على خطة ضمان بلجيقية بقيمة 1.5 مليار يورو لدعم مورد الغاز والكهرباء في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية يأتي هذا وتأتي هذه الموفقة من المفاوضية الأوروبية على المخطط في إطار مساعدة دول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة الذي اعتمدته المفاوضية في مارس الماضي وتم تعديله في يوليو الماضي ارتفع انفاق المستهلكين الأمريكيين أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي بينما استمرت ضغوط التضخم الأساسية وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن انفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلوتين نشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ارتفع 6.10% الشهر الماضي وتم تعديل بيانات أغسطس بالزيادة لتظهر ارتفاع الانفاق 6.10% وليس 4.10% كما ورد سابقا كشفت الحكومة اليابانية نقابة عن حزمة انفاق تحفيزية جديدة بقيمة 39 تريليون ين قالت إنها ستعزز الناتج المحلية الإجمالي بنحو 4.6% وذكرت الحكومة أنها ستوفر ميزانية إضافية للعام المالي الحالي بقيمة 29.6 تريليون ين لتمويل الحزمة هذا وقد سجلت الأسهر للمستهلكين في العاصمة اليابانية توكيو ارتفعا بنسبة 3.4% في أكتوبر الياري مقارنة بالعام الماضي مسجلة أكبر زيادة لها منذ أكثر من 40 عاما ندد مبعوثون نوويون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى وهي أحدث تجربة إطلاق صواريخ في عام شهد عددا قياسيا من هذه التجارب وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيانة إن تطوير الأسلحة النووية والصاروخية لن يؤدي إلا إلى تعزيز التعاون الأمني الأقليمي تحذيرات وتهديدات وتنديد ووعيد وكوريا الشمالية لا تلقي لها بالا إذ إنها قامت بإطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى في أحدث عملية إطلاق صاروخية تجريها بيونج يانج تجربة بيونج يانج جاءت في وقت حذرت فيه سول من أن الزعيم الشمالي كيم جونج أون قد يكون على وشك إجراء تجربة نووية أخرى الزعيم الشمالي أطلق الصاروخين وكرر تجربته مرات عدة كرد على التدريبات العسكرية التي أجرتها الجارة الجنوبية مع الولايات المتحدة واستمرت 12 يوما وشاركت فيها أيضا أكثر من 200 طائرة عسكرية أمريكية وكورية جنوبية كوريا الشمالية بررت تجاربها الصاروخية واعتبرتها تدابير مضادة ضرورية حال أي عدوان أمريكي عليها إطلاق الصواريخ البارسية المتكررة دفعت سول وواشنطن للتحذير مرارا من أن بيونج يانج قد تكون على وشك إجراء تجربة نووية أخرى للمرة الأولى منذ عام 2017 بعد سلسلة عمليات إطلاق لصواريخ بارسية في الأسابع الأخيرة فالرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أعلن أمام البرلمان أن بيونج يانج على ما يبدو استكملت الاستعدادات لتجربة نووية سابعة تحذيرات جاءت من واشنطن وتوكيو وسول أكدت أن إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية سيستدعي ردا قويا غير مسبوق متعهدين بتوحيد الصفوف بين الحلفاء الأمنيين الإقليميين ضد كوريا الشمالية قررت الولايات المتحدة إخراج أقوى رأس حربي نووي من الخدمة في ترسانتها والتخلي عن خطط إطلاق صاروخ كروز نووي من البحر وأعلن البنتاجون ذلك خلال النسخة الجديدة من استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية والتي أوضحت أن سبب إخراج الرأس الحربي النووي من الخدمة هو زيادة تكلف صيانته أفادت وكلة رويترز بوقوع اعتداء على منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوتسي وأضافت رويترز أن الاعتداء على منزل بيلوتسي أسفر عن إصابة زوجها مشيرة إلى نقله إلى المستشفى واعتقال منفذ لعتداء للتحقيق معه في الدافع وراء الهجوم أعلن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أجرت صالة هاتفية مع رئيس وزراء بريطانيا ريشي سونك حيث اتفق الزعيمان على التحضير لقمة سونائية في العام القادم أضف الإليزي أن ماكرون أكد للسونك استعداده لتعزيز العلاقة بين الدولتين مضيفا أن الرئيس الفرنسي يعتبر الأزمة الأوكرانية ومكافحة تغير المناخ تحديات مشتركة كما اتفقه على تعزيز التعاون في ملف الهجرة عبر المانش بحثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال اتصال هاتفه مع المستشار الألماني أولاك شولز عددا من القضايا شاملة الأزمة الأوكرانية وملفي التاقة والهجرة وفي بيان صادر عن الحكومة الإيطالية أكدت ميلوني خلال الاتصال مع شولز على أهمية التقدم المحرز على المستوى الأوروبي في ضوء مخرجات المجلس الأوروبي الأخير وضرورة التوصل إلى إجراءات ملموسة لخفض أسعار الطاقة في أقرب وقت ممكن وجددت ميلوني التزام روم بدعم كييف على الجبهات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية منوهة بأهمية إعادة إعمار أوكرانيا كما شدد الجانبان على الشراكة القوية بين البلدين تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية في جنوب الفلبين في وفاة 67 شخصا بالإضافة إلى عشرات المفقودين مع توقعات بارتفاع عدد الضحايا في الوقت الذي يوصل فيه رجال الإنقاذ البحث عن مفقودين أوضح وزير الداخلية في المنطقة المنكوبة أن هطول الأمطار الغزيرة ناجم عن اقتراب عصفة مدارية تتسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أثرت على عدة بلدات حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أن الملايين يواجهون أضرارا جسيمة بسبب الفيضانات في غرب ووسط أفريقيا وأضافت المفوضية أن الاحتياجات تتزايد لأكثر من 3 و4 من 10 مليون نازح ومضيفيهم في مواجهة الفيضانات المدمرة الأخيرة في عدة الدول ومنها نيجيريا والشاد والنيجر والكاميرون وأكدت المنظمة الدولية أن العمليات الإنسانية في غرب ووسط أفريقيا تعاني من نقص التمويل بشكل خطير وحذرت مفوضية لاجئين من أن أزمة المناخ تدمر سبل العيش وتعطل الأمن الغذائي في أفريقيا نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء أعمال السنة لصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية وتعليم وتعليم الفني والتي شددت على أنه سيتم تطبيق أعمال السنة على صفوف النقل بداية من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني السانوي بواقع 20 درجة في ضوء تنفيذ تكلفات القيادة السياسية لتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين في مجال الصناعات الحرفية والتي تحتاجها كافة المجتمعات المحلية أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة بدأ تنفيذ دورات تدريبية جديدة للشباب بمراكز تدريب الصناعات الحرفية بالمحافظات التي تدعمها الوزارة بالميكانة والخامات اللازمة في عدة مجالات مختلفة تناسب الشباب من الجنسين وهي الملابس الجاهزة والجلود والأحدية والأتات والنجارة وأوضح الوزير أن البرنامج التدريبي استمر لمدة ثلاثة أشهر وينفذ في 12 محافظة في نوفمبر القادم والآن مشاهدين نتابع أهم أنباء المال والأعمال أخبار الاقتصاد مع مصطفى ميزار إليك مصطفى شكرا جزيلا هدى حسين وشكرا إيمان منصور أهلا بكم مشاهدين إكراون في هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السابسة بحث وزير البترول وثار المعدنية طرق الملة مع المدير التنفيذي لإحدى الشركات السعودية خطط الشركة بعد الموافقة على دخولها للسوق المصري وتقديم خدماتها المتخصصة في تموين الطائرات بالوقود بالإضافة إلى تجارة زيوت التشحيم في ظل رغبتها القوية في دخص تثمارات في هذا المجال في مصر بداية من مطار القاهرة الدولي ومن ثم باقي المطارات المصرية خلال اللقاء أكد الملة على أن الشركة السعودية تمتلك خبرات كبيرة في مجال وقود الطائرات وزيوت التشحيم تمتد هذه الخبرة لأكثر من سبعين عاما مرحبا برغبة الشركة الأكيدة في الاستثمار بالسوق المصرية في هذا المجال بالإضافة إلى استعدادها لتقديم خبراتها سواء في مجال تنوين الطائرات أو في مجالات التحول الرقمي وخفض الانبعاثات وغيرها في أسواق المعدنة فيسا استكرت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1663 دولار و 62 من 100 دولار للأوقية أما محليا فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 1033 جنيه بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1205 جنيه أما بالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1378 جنيه وبناء عليه وصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 9640 جنيه في أسواق البترول العالمية ترجعت أسعار النفط بعد أن كثفت المدن الصينية من قيودها لتصدي الفيروس كورونا في تدابير عاجلة لوقف تفشي الفيروس وقد انخفض خام برنتي بنسبة 12 من 100% ليصل إلى 96 دولار و 45 سنة للبرميل هذا وقد تراجع خام غرب تيكسس الوسيط الأمريكي ب 16% ليصل إلى 88 دولار و 43 سنة للبرميل ارتفعت أسعار المزود تعالميا بنسبة 24 من 100% لتصل إلى 3.71 دولار للتر وذلك في المقابل فقد ترجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 24.27% لتسجل 5.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مدد مصرف لبنان المركزي قراره الصادر في العام الماضي الذي يسمح للعملاء بالحصول على الدولارات التي ستشتريها البنوك التجارية من منصة صيرفة حتى 30 من نوفمبر القادم كان من المقرر أن ينتهي العمل بالقرار في 31 من أكتوبر الماضي وتراجع سعر الصف في السوق غير رسمية بشكل ملحوظ مسجلا 35 ألف ليرة للدولار الواحد في أكبر تراجع للدولار منذ عدة شهور تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بضعف أسعار السلع الأولية وتباين أرباح الشركات في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون مسار تجديد السياسة النقضية وسط طباط في النمو الاقتصادي هذا وانخفض المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 9 من 10% وقادت شركات التعدين الخسائر مع تراجع أسعار السلع الأولية وسط مخاوف بشأن توسيع قيود كورونا في الصين تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا في أوروبا أيضا بنسبة 2 و 1 من 10% أيضا يبدو مسلسل نتائج المخيبة للأمال لنظيراتها في وولا ستريت مستمرة في اليابان انخفض الينو وتمسك البنك مع المركزي بسياسات التيسير النقضي بينما حاولت دولار التعافي من خسائر منيابها في مطلع الأسبوع على خلفية الطاقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيلمح إلى تباطئ وثيرتي في رفع أسعار الفائدة ارتفع الدولار بنسبة 8 من 10% مقابل الين إلى 177.43% بعدما أبقى بنك اليابان أسعر الفائدة قصيرة للأجر الثابتة دون تغيير عند 1 من 10% وتعهده بأن يظل عائد السندات لأجل عشر سنوات عند صفر بالمئة وصلنا معكم إلى نتادي الجولة في أخبار المال والعمال في نشرة أسر سنعودوا لاستكمال ما تبقى مع هبا وإيمان شكرا جزيلا لك مصطفى بعد قليل لا يواجه الزمالك اليوم الأهلي على استاد هزع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة على لقب كأس السوبر المصري ويسعى الزمالك للفوز باللقاء لمواصلة التتويج بالبطولات بعدما حصد لقبي الدوري والكأس ويأمل في تحقيق تلاتية تاريخية فيما يطمح الأهلي لحصد اللقب والعودة إلى منصات التتويج المحلية من جديد وتحقيق انطلاقة قوية خلال الموسم الحالي يحتضن ملعب هزع بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مباراة السوبر بين قطبي كرة القدم المصرية الزمالك والأهلي يلتقي الزمالك صاحب ثنائية الدوري والكأس مع الأهلي وصيف بطولة الكأس في النسخة التاسعة عشر من البطولة ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بكأس السوبر بإحدى عشرة بطولة فيما أحرز الزمالك أربع بطولات يسعى الزمالك خلال مباراة القمة المرتقبة لمواصلة التتويج بالبطولات بعد حصد الدوري والكأس ويأمل في تحقيق ثلاثية تاريخية فيما يطمح الأهلي للعودة إلى منصات التتويج من جديد وتحقيق انطلاقة قوية في الموسم الحالي ومن المنتظر أن يتسم اللقاء بإثارة كبيرة ستمتد إلى خارج الخطوط من خلال مواجهة برتغالية سويسرية بين المدربين جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك ومارسل كولر المدير الفني للأهلي حيث يتوقع أن يعتمد فيريرا على خطته المعتادة ثلاثة أربعة ثلاثة في الوقت الذي يفتقد فيه الفريق خدمات قلب الدفاع محمود حمد الوينج وعلى الجانب الآخر من المتوقع أن يعتمد كولر على طريقة أربعة إثنين ثلاثة واحد مع الدفع بحمد فتحي أو عمر السولية بدلا من المالي آليو ديانج الغائب عن المباراة للإصابة نهاية النشرة ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار خلال تفقده مدينة السيارات المتكاملة رئيس السيسي يواجه بتوفير جميع المرافق العامة وتعزيزيها بنظام الأمانة الرئيس السيسي يحضر صباح غد الملتقى والمعرض الدولي الأول نصنعه السودان يتسلم مهامه رسميا رئيسا للحكومة العرقية ختموا نشرة الثالثة أتتكم من التلفزيون المصرية شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة